اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بعدين بيحدد الوحدة كمان يقدر المعلم انه يحدد نوع الدرس سواء كان رابط يوتيوب او رابط بس مباشر في حال اختيار بس مباشر بيتضاف عندي حقل جديد وهو وقت بدء العرض وده بيكون الوقت اللي هيتم فيه بدء البس المباشر عشان الطلاب يبدأوا يدخلوا ويتابعوا البس بيكتب المعلم عنوان الدرس وهنا بيتم وضع معرف رابط اليوتيوب زي ما هو موضح في الرابط اللي قدامنا كمان يقدر المعلم يربط الدرس مع ملف ورقة عمل تم اعداده مسبقا كذلك الامر في الواجبات الالكترونية بيتم رابط الدرس مع واجب الالكتروني تم اعداده مسبقا في نفس المادة بالشكل ده يقدر المعلم يحمل اي ملف للطالب كملفات الPDF والصور والورد واخيرا بيحدد تاريخ نشر الدرس للطلاب في النهاية بيضغط على زر حفظ تاني خدمة عندي في خدمات مدرستي في بيتي وهي قائمة الدروس وبيظهر فيها اسماء الدروس اللي تم اعدادها مسبقا وبيكون في امكاني تعديل درس او عرض اسئلة الطلاب او عرض تقارير الواجبات الالكترونية فمثلا درس زي ده لو ضغطت على زر تعديل بيتم عرض تفاصيل الدرس وفي حل الرغبة في عرض اسئلة الطلاب بيتم الضغط على زر عرض وبتظهر عندي استفسارات الطلاب على الدرس اللي انشأته بإمكاني كتابة اجابة للطالب بعدين بضغط على زر حفظ اما الواجب الالكتروني فعند الضغط على زر عرض بيتم عرض اسماء الطلاب اللي حلوا الواجب الالكتروني ودرجة كل طالب والاجابات الصحيحة والاجابات الخاطئة بإمكاني كمان فتح محاولة جديدة لطالب معين او الضغط على كلمة تفاصيل لعرض تفاصيل حل الطالب الخدمة التالية هي خدمة استفسارات الطلاب وهي خدمة تجمع جميع الدروس اللي تم انشأها وعدد الاسئلة او استفسارات الطلاب في كل درس وعند الضغط على اسم الدرس بيتم عرض للإستفسارات بشكل مستقل اما الخدمة التالية فهي دليل تحميل فيديوهات الشرح وده عبارة عن رابط فيديو يوتيوب بيشرح ازاي ننشأ قناة يوتيوب جديدة ونرفع فيديوهات الدروس والشرحات عليها كمان بيقدر عندي المعلم من استعراض مشاهدات الدروس بالشكل ده فبيختار المعلم المجمع والمرحلة والصف وبتظهر عنده الدروس اللي تم عددها في الصف المحدد بقدر اشوف عدد الطلاب اللي شاهدوا الدرس والطلاب اللي لم يشاهدوا الدرس كمان عندي تقرير بنسب المشاهدات أعلى اليسار وبيتم فيه عرض نسبة المشاهدة لكل درس من الدروس اللي تم إنشأها الخدمة الأخيرة في خدمات مدرستي في بيتي وهي إشعارات ورسائل الدروس والخدمة دي بقدر استخدمها في حال الرغبة في إرسال رسائل اسم اس أو إشعارات للطلاب للإطلاع على الدروس فبيظهر عندي أسماء الطلاب وحالة الإطلاع لكل طالب سواء تم الإطلاع أو لم يتم الإطلاع وبمجرد الضغط على مربع إشعار جوال أو اسم اس بيتم إرسال الإشعار والاسم اس للطالب بعنوان الدرس للإطلاع عليه ترجمة نانسي قنقر